مجدد تحيتي لكم الطلبة الأعزاء كنت قد توقفت عند النتائج المترتباء عن مبدأ استمرارية المرافق العمومية وقلت أن من النتائج التي ترتبت عن هذا المبدأ المهم نتائج أساسية ثلاث مبادئ منها أو ثلاث قواعد ونظريتان القاعدة الأولى هي قاعدة تنظيم الإضراب على أساس أن الإضراب يشكل تهديدا مباشرا وصريحا على أداء مرافق العمومية في أداء خدمتها وفي تحقيق الصالة التلبية حاجية الأفراد الاعتبار أن الإضراب قد يشل أو قد يحد من حركة المرافق العمومية في خدمتها بالنسبة وقلت مهم يعني أشرت إلى أن أغلب تشريعات في بداية الأمر كانت تحرم الإضراب بما فيها تشريع المغربي الذي جرم الإضراب بمقتضر المرسوم ديال 1958 إلا وبالرغم من أن النصوص الدستورية أو الدستورية المغربية تعاقبت على يعني إقرار الحق في الإضراب إلا أن عدم خروج أو إخراج النصوص التنظيمية المنظمة للإضراب جعلت يعني القانون أو القضاء المغربي الذهب في نفسي سياق مرسوم 1958 من حيث تحرم إلا أنه بعد ذلك قضاء الإداري المغربي غير من موقفه خصوصا مع إنشاء المحاكم الإدارية فاعتبر أن عدم إخراج النصوص التنظيمية المنظمة أو القانون التنظيمي المنظم للإضراب لا يمكن أن يكون سبباً في عدم أو في تحرم الإضراب خصوصا بأن الدستورية والدستور المغربي لسنة 2011 نص على حقي في الإضراب بالتالي قامت مجموعة من المحاكم الإدارية بإقرار بعض القواعد للمنظمة لهذه الإضراب كما قلت لكم ومن بينها الإشعار ضرورة الإشعار تحديد مضمون الإضراب ويعني تحديد مدة الإضراب أو تحديد أسباب الإضراب وليس مضمون الإضراب وتحديد مدة الإضراب بعد ذلك انتقلت إلى قاعدة تنظيم الاستقالة وتلاحظون الأمر يتعلق بتنظيم الاستقالة لأن الاستقالة كما هو الشأن المسبة الإضراب يشكل بدورها تشكل تهديداً لاستمرارية المرافق العمومية لأن المفحواها هو أن الموظف سترك العمل نهائياً وليس بصفة مؤقتة بالتالي يمكن أن يستعمل هذا الاستقالة في أي وقت وبالتالي قد تؤثر على استمرارية المرافق العمومية بالتالي تدخل المشرع على عكس الإضراب تدخل المشرع أولاً ليوقع الراق أو حل حق في الإضراب بمقتضى الفصل 76 من نظام الأساسي في العمومية وحدد مجموعة من الشروط التي أشرت إليها في الحصة السابقة بمقتضى الفصل 77 التي جاءت صريحة وواضحة ودقيقة النتيجة الثالثة وهي قاعدة عدم جواز الحج على أموال الدولة قاعدة منع الحج على أموال الدولة أو على أموال المرافق العمومية القاعدة المدين الذي يمتنع عن أداء دينه يجوز الحج على ممتلكته قلت القاعدة هي أن المدين الذي يمتنع عن أداء ديونه يجوز الحج على أمواله أو على ممتلكته من طرف القضاء لإستفاء الدين مثلاً شي واحد فيكم كي يسل لي أنا أعطيته أنشيك ولا عنده إقرار بأنه يعني عندي دين لدي إلى ما خلصتوش ولا ما أعطيتوش فلوس من حقه يمشي إدعيني وبالتالي الدولة أو القضاء سوف تحجزه على أموال يعني ممتلكات ديالي في حدود الدين الذي أنا مدين فيه هذا هو الأصل ولكن هل إذا كانت الدولة أو المرافق العمومية مدينة للأفراد هل يجوز الحجز على أموالها تطبيق هذه القاعدة على ممتلكات المرافق العمومية يمكن من شأنها أن يهدد سير المرافق العمومية مثلاً شي مجلس جماعي كي يسل له شي مقاول واحد مئتين مليون وهذاك المجلس الجماعي عنده واحد مئتين مليون في الحساب دياله عند الخزينة العامة مثلاً هذك المقاول سوف يمشي دير الدعوة وسوف يحجز على هذك الأموال هذيك مئتين مليون هذيك مئتين مليون مثلاً كانوا دايرين مثلاً يشريوا بها مثلاً يخلصوا بها الموظفين مثلاً هذيك مئتين مليون كان عندها علاقة مثلاً بغيش ريوبيا واحد بأداء خدمة معينة بالتالي الحجز على هذيك الأموال سوف يؤدي إلى عدم استمرارية المرفق العمومي في أداء المرفق العمومي كيفاش أغيزلان الرأوف لا يمكن كيفاش؟ أغف لأن أستاذ لا يمكن لحفظها على الأموال العمومية لأن هذه الأموال الأموال هذيك المواطنين وكيف يتم استغلالها بشكل مباشر لأجل إشباع لحاجات العمومية صحيح هنا هذيك الأموال عندها علاقة عندها علاقة بإشباع حاجة عمومية أو بأداء مصلحة عمومية أو باستمرارية المرفق العمومي لذلك هذا النوع من الأموال لا يجوز حجزها بالتالي لأن الحجز ديالها سوف يؤدي ولكن الاتجاه والقضاء الحديث الإداري الحديث يمكن يعني يجيز إمكانية الحجز على أموال الدولة أو المرافق العمومية ولكن هنا ما هو الميزه؟ الميزه ما بين أموال الدولة العامة وأموال الدولة الخاصة أموال الدولة العامة هي اللي هضلنا عليها دابا هي مثلا دخل فيها الامبيولانس دخل فيها مثلا يخلصوا الموظفين يشريوا مثلا يشريوا السورنغ يشريوا مثلا مثلا يخلصوا المرافق العمومية دونك هذو عندها علاقة بأدام ولكن الأموال الخاصة مثلا واحد الجامعة عندها واحد البند خاص في الميزانية خاص مثلا واحد المليار بشراء الأراضي درنا في الميزانية دياله هذا العام أننا ندير واحد المليار نشري وبالأرض وآنا سبق لي أنني شريت الجامعة تم تم الاعتداء على الأرض ديالي تم احتلال الأرض ديالي ومشيت دعيتها ورفعت الدعوة وحكمت لي المحكامة بتعوين واش عندي الحق فهذا الحال تحجز لي على الفلوس وعلى الأموال المخصصة في البند المتعلق بشراء الأراضي ولا ما عندش الحق وهل سيكون لها تأثير على استمرارية المرفيق العمومي أستاذ عندك الحق بأنك تحجز على الأموال الخاصة ديال الجامعة صحح لأنها لا تؤثر بشكلين مباشر على مبدأ استمراريتك ولأنها مثلا هذا البند أصلا هو مخصص لشراء الأرض نعم بما أنه مخصص لشراء الأرض من الأحسن أن نؤدي ما الدين الذي علينا لصالح المدين اللي هو هنا صاحب الأرض التي تم حتيه لألوها نعطيك مثال آخر الجماعة القروية والجماعة الحضارية مثلا أنا مقاول ولا عندي شيء أرض وتم نزعو ملكيات وما معطتني الجماعة ولا الجيهة فلوسة وهل يمكن الحاج على الأموال الخاصة مثلا هذيك الجماعة عندها وعندها واحد المرسيدس ديال رئيس الجماعة كتدير واحد سبعين مليون وأنا كنسل هذيك الجماعة ثلاثين مليون هل يمكن الحج على سيارة الخاصة للرئيس أم يجوز الحج على سيارة الإسعاف الخاصة بالجماعة جاوبوني كاملة أستاذ سنحجز للسيارة الخاصة للرئيس للجماعة لماذا لأنها مشري بأموال خاصة دياله أما لا 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 ما فهمتش مش مشري بأموال الخاصة هي مشري من الأموال ديال الجماعة هو هذه السيارة هي تدخل بالذنب والأموال خاصة للجماعة لأن هذه السيارة ديال الرئيس واش إلى حيدنها له واش سوف تؤثر خديجة السعداني لا تؤثر على مصلح السيارة ديال الرئيس لا تؤثر على المصلح العام صحيح سيارة ديال الحجز على سيارة الرئيس لن تؤدية إلى تأثير لن تؤثير أو لن تؤدية إلى التأثير على استمرارية المرافق العمومي شنو هو الأصل الأصل هو أنه لا يجوز أو يمنع منعا كل يد الحجز على أموال المرافق العمومية أو الدولة ولكن الأموال التي لها أو عندها تأثير على سيارة المرافق العمومية هنا القضاء الإداري ابتدع فكرة أو نظرية يميز من خلالها ما بين الأموال العامة والأموال الخاصة للدولة بالتالي من خلالها باش يمكن لنا أولا ننضيع حقوق الأفراد والتالي نضمن استمرارية المرافق العمومية هاتثلتا دي القواعد قاعدة تحريم الإضراب قاعدة تنظيم الاستقالة قاعدة منع أو عدم جواز الحجز على أموال المرافق العمومية والنظريتين التي ظهرت نتيجة مبدأ الاستمرارية المرافق العمومية هي نظرية الموظف الفعلي أو الموظف الواقعي بذلك نقصد بنظرية الموظف الفعلي أو الموظف الواقعي نقصد بها مثلا أنه الموظف الفعلي باش نشرح عليكم أولا بشكلين بسيط عاد نجي نشرحها بشكلين أكاديمي مثلا شي واحد فينا ده با وش يمكن له مثلا شي واحد فينا في شي إقامة ولا في شي حي يشد شي كناش ويبقى يسجل الدراري اللي تزادو في هذا الحي جاوبوني يديرو حل كناش حالة مدنية سيد لم يمكنش لا لا يمكن له هذا المسألة مزيئ علاش لماذا لأن هناك موظف أو مرفق عمومي لأن هناك مرفق عمومي يقوم هذا بهذه المهمة وهو مرفق الحالة المدنية تفقين نعم مزيئة مزيئة دونك هنا هناك موظف خاص وموظف نظامي وعمومي يقوم بها المهمة شنو الموظف الفعلي الموظف الفعلي أو الموظف الواقعي هو ذلك الشخص الذي يعترف القضاء في بعض الظروف بصحة تصرفاته في ميدان الوظيفة التي يزاول ماما رغم أنه لم يعين فيها تعينا صحيحا تفقين أعيد الموظف الفعلي أو الواقعي هو ذلك الشخص الذي يعترف القضاء في بعض الظروف بصحة تصرفاته في ميدان الوظيفة التي يزاول مهامها رغم أنه لم يعين تعينا صحيحا شنو هو هذا المعنى في الحالة العادية هنا نميز بين حالتين الحالة العادية والحالة الاستثنائية مثلا في الحالة الاستثنائية هي اللي قلت لكم هي الحالة الاستثنائية مثلا التي عرفتها فرنسا إبان الحرب العالمية الثانية هذا هذا الحالة اللي قلت لكم قبيلا واحد ما دبشي واحد فينا غاينوض يسجل درارير البنات اللي تزادوا في هذك المدينة ما عندوش الحق ولكن مثلا إلا كانت الحرب الله يحفظ وكانت شي كاريتا ولا شي وباء مثلا ماذا إلا شي واحد فينا ناض وبقى كيسجل مثلا الموتى وبقى كيسجل مثلا الدرار اللي تزادوا واشهدك التصرفات صحيحة ولا ما صحيحاش جاوبوني خديجة تفضلي صحيحة علاش وخمش موظف آآ نحن قدر يكون مشاكل بالنسبة الإدارة العمومية تقدر يواجه مشاكل باش اللي غادي تمنع لي أن الخدمة التي مارسوها تستعمل من بعض القوم الشكل حسنا حسنا هذا الموظف شنو كنسميه كنسميه الموظف الفاعلي كنسميه الموظف الواقعي فمتع لأنه هذا الموظف كي يدار واحد الخدمة من الواقع والتالي عندنا واحد حالة استثنائية مثلا هذا المرفق حالة مدنية تستخدم الميكرو مثلا هذا المرفق الحالة المدنية مثلا الله يحفظ مثلا تقصف ولا تهدم ولا لم يكن الموظفين اللي غير يخدمه ولا مثلا هذوك الموظفين اللي كانوا تمك مشاور الحرب وقوغي المدنيين ولا بقوغي العاديين ذلك جميع التصرفات التي سوف يقوم بها تلك الموظف الفعلي هي تصرفات صحيحة علاش شنو تساب علاش اعتبرنا تفدلي خديجة خديجة كوتر معروف السد لأن هذا الشخص الذي دول هذه المعلومات ستساهم في سير المرافق العمومية وانتظامها في حين خلال زوال هذا المانية صح هذا هو السبب لأنه المرافق العمومي أو أداء الخدمة مخصوش وقف تحت أي سبب دائما المرافق نعم سد ممكن لن واحد الإضافة غير صغيرة بأن كما قلت لن خصوش وقف لأن في حالة إلى وقف سيقدم العديد من المشاكل وعواقب وخيمة صح بالتالي هنا هذا الموظف الفعلي الله يجزيه بخير والله يحمل الوليدين قدم خدمة للمواطنين والدولة وللمرافق العمومي فهمتوا؟ هذا في الحالات الاستثنائية في الحالات العادية في الحالة العادية مثلا مثلا في الحالة العادية ما يسمى بالموظف الظاهر الآخر في الحالة الاستثنائية يسميناه الموظف الفعلي أنا نعود لكم الموظف الفعلي تعريف دياله هو ذلك الشخص الذي يعترف القضاء في بعض الظروف بصحة تصرفاته في ميدان الذي وظيفة التي يزاول مهمها رغم أنه لم يتعلم تم تعينه تعيناً صحيحاً دبنا التعيين صحيح مكينج ويعود الفضل في ابتكار هذه النظرية للقضاء لإدارة الفرنسي وذلك للحفاظ على استمرار سير المرافق العمومية بانتظام والطيراد فقد فقد طبقها مثلاً أثناء احتلال المال لفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية وما تجعل ذلك من فتن واضطرابات أدت إلى تغيب وفرار المدفين المختصين المدفين المختصين لمشيح جهربو من أماكن عملهم فمحل محلهم في مزولة مهامهم أشخاص عاديون وذلك لضمان استمرار سير المرافق العمومية فاعتبر تصرفتهم مشروعة سافر تفقنا واضح 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 زيان نمشي للنقطة ما يسمى بالمدف الظاهر وحتى هو تصرفاته تصرفات صحيحة بالرغم من أن توظيفه أو تعينه وشابه عيب من العيوب مثلا شي واحد فينا ولا شي واحد مثلا توظف توظف مثلا توظف أستاذ جامع وعام هو كي قرر وكي صحح امتحانات وكي أطر طلبات والبحث كده سميت لبالذك الأستاذ عيناه أو عاما أو ثلاث سنين هو خدام أو أربع سنين قعد من بعد أربع سنين اتضح أنه ما هو هذا الدكتورة اللي عنده مزورة 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 ما سنفعله هذو التصرفات الليدر كاملين واش غن نعيط على هذو الطلبة اللي نجحوا غن سقطوهم ولا غن عودوا الامتحانات ولا نكمل استمرارية المرفق لها جاوبونا مونيري هذر صحب مونيري هذر خدي باللاتية نشوف كوتار بالمعروف قلت لا يستمر ما فهمتش كوتار لا يستمر يستمر سيئة خديجة استعداني تفضل استمرارية المرفق العين هنا وخذك الشخص من بعد ربع سنين كتشفنا أن التعيين دياله كان يشوء غير صحيحا وشابه عيب من العيوب فإن تصرفاته تصرفات صحيحة وبالتالي كان مرفق العام يستمر كأن شيئا لم يكن وعلاش انطلاقا من واحد النظارية تسمى النظارية الموظف الظاهر نحن مش شغلنا تعيين تعينا صحيحا ولا لم يعين ولكن في في لحظته وفي إبانه وفي أوانه كان تصرفته منطلاقا من تعيينه كانت تصرفة صحيحة امتعى الأمر صاف هذه خديجة استعداني بتقول شيئا عجل ولكن أستاذ ما غالش يستمر في مزاولة ذلك المهن هو والله عونه أنا ما كناثرش عليه هو أنا كان نظر على المهام وعلى التصرفات الليدر أما هو سيقوم بحاله فهمتيني هو الشخص لن يستمر لأنه هذا غير يمشي للحبس لأنه ظور ولكن هم تصرفات دياله وجميع ما قام أو الخدمات التي قدمها أثناء أدائه لمهامه في المرفق العمومي فهي تصرفات صحيحة لانطلاقا من النظرية ما يسمى بالموظف الظاهر النظرية الأخيرة أو التانية التي أنتجها مبدأ استمرارية المرافق العمومية هي ما يسمى بنظرية الظروف الطارئة هاد النظرية برزت مع حكم غاز بوردو هاد الحكم ديال غاز بوردو هو حكم كان في 1916 شنو هي الوقائع دياله الوقائع دياله أن الشركة كانت تتوفر على الامتياز عقد الامتياز اللي هضلنا عليه قبيلة ديال طرق تدبير المرافق العمومية كانت واحد الشركة عندها واحد العقد ديال الامتياز شنو فيه مضمون دياله العقد تزويد مدينة بوردو بالغاز والكهرباء تبعين معي ولكن هادك الغاز أو هادك الفحم الأسعار دياله النهار اللي تفقوا على عقد الامتياز تفقوا على واحد السعر ولكن السعر دياله هذا الفحم الذي كان يستعمل في توريد الكهرباء والغاز في توريد الكهرباء ارتفع واحد ارتفاع مهول نتيجة الحرب العالمية الأولى بالتالي شنو وقع أصبحت تطبيق العقد الذي عقد الامتياز الذي يجمع ما بين بوردو جماعة بوردو الملزم هنا صعب التنفيذ يعني ما هو ما غايقدرش يجيب هذا الفحم بهذا التامان فهذه الحالة شنو خصنا نديره هو ما غايقدرش يعني ما غايقدرش هو يجيب بهذا التامان يعني غايقول له ما قدرش لعونكم هنا شو غايوقع يوقع أنه سوف يؤثر على استمرارية المرفيق المتعلق بالغاز والكهرباء علاش لأن قبل ما نجيو التعويض الكوتار هنا الإدارة أو أو شكي تسمى الجماعة دي البوردو قالت أنه نهار اللي تفقنا تفقنا على التمن صحيح مشيش غلياني لآخر شكي يقول لكي يقول أجيو نعدلو أجيو نعدلو العقد أجيو نعدلو العقد بما يتناسب هذه الظروف طريقة الإدارة أو الجماعة دي البوردو رفضت مشال الملف عند القضاء أو مجلس الدولة الفرنسي فحكم أو قضى بحقية وجوب التعويذ أو تعويذ الإدارة للملتزم بالقدر اللازم لمواجهة الظروف طريقة دونك القضاء هنا شنو قال قال بوجوب تعويذ الإدارة للملتزم بقدر الضرر الذي لحقه لمواجهة الظروف طريقة ناتجة عن ارتفاع ثمان الفحم نتيجة الحرب العالمية الأولى بالتالي هنا علاش قضاء أقر نظرية الظروف الطريقة لأنه من أجل أن يعني لضمان استمرارية المرفق العمومي اللي هو هنا تقديم خدمة الغاز والكهرباء للمواطنين بالتالي هنا أقر القضاء الإداري الفرنسي لأول مرة ما يسمى بنظرية الظروف الظروف الطريقة دروف الطريقة هذه النظرية أقر القضاء الإداري الفرنسي مجموعة من الشروط لهي أولا أن يصبح تنفيذ العقد مهددا لمتعاقد بخسائر دون تجعله مستحيلة هذا العقد ليس مستحيل ليس قوة قاهرة هذه ضروف طريقة هنا قوة القاهرة هي التي تجعله تنفيذ العقد مستحيلة بالتالي صحيح بالتالي هنا يصبح تنفيذ العقد مهددا المتعاقد بخسائر بخسائر هنا المتعاقد الملتزم تكون عنده خسائر كبيرة ومشي يقول لهم أنا سنوفر لكم هذا الشيء ولكن لم يبقى اشتما بالتالي بالتالي يمكننا في إثناء توقيع العقد أننا توقعوا شي حاجة إلا كانت من الأمور المتوقعة لا تدخل دي من الضرف الطريقة ولكن إلا كانت من الحوادث الغير المتوقعة والغير العادية مثلا كهذا الجائحة اللي وقعت ليحيدا لنا وإلا وقعت شيء حرب الله يحفظ مثلا شيء جفاف فيضانات هدوا من الأمور الغير المتوقعة بالتالي والغير العادية أما إلا كانت من الأمور المتوقعة بالتالي يمكن لنا مثلاً نضيروا شي كونترا باش نحفروا في شي بلاسة يمكن لنا نتوقعوا أنا نغالقوا الحجرة تمك يعني أمور متوقعة ماشي شي حاجة لطريقة بالتالي الشرط الثاني أن يكون أن ينتج عن ذلك أن ينتج ذلك عن حوادث حوادث غير عادية وغير متوقعة عند إبرام العقد الحرب الجفاف الفيضانات الجائحة ثالثاً أن تؤدي هذه الظروف إلى قلب التوازن المالي للعقد رأساً على العقب بالتالي هذه الظروف تؤثر على التوازن المالي وهذا شي ما وقع في غاز بوردو إلا كنا نشرعه مثلاً الفحم كنا نشرعه مثلاً بخمسة دراهم والإلا نشرعه بخمسين دراهم يعني ما بقاش التوازن المالي في العقد بالتالي أثر تأثيراً واضحاً وكبيراً أدى إلى قلبي العقد التوازن المالي رأساً على العقب الشرط الرابع ألا يكون لأحد الطرفين دور في حدوث الظرف الطريق تلاحظون أن الظرف الطريق ما عندهش علاقة بحد المتعاقدين لا الإدارة ولا الجماعة بوردو ولا الملتزم يعني الظرف الطريق هنا ما عندهش علاقة مثلاً أنا شركة قدرت تعاقد مع الجماعة ومثلاً هذه الشركة ما تمولها واش هنا ضرف طارق لا ماشي ضرف طارق لأن هذا الضرف طارق مما يمكن توقعه مثلاً وعنده علاقة بأحد الأطراف فهمتوني ماذا بكفش دونك الشرط الرابع لا يكون لأحد المتعاقدين دور في حدوث الظروف الطارقة أو في حدوث الظروف الطارقة بالتالي أكون قد انتهيت من النتائج المترتبة عن استمرارية المرافق العمومي قلت أنها ثلاث قواعد ونظريتين قاعدة تحريم الإضراب قاعدة تنظيم استقالة وقاعدة تنظيم الاستقالة وقاعدة منع حجز على أموال الدولة ونظريتين نظرية الموظف الفعلي أو الواقعي ونظرية الظروف الطارقة أذهب مباشرة إلى المبدأ الثالث الذي هو في نهاية المطاف هو مبدأ قابلية المرافق العمومية للتعديل والتغيير وهذا المبدأ عنده علاقة وطيدة ومباشرة بالمبدأ الثاني دي الاستمرارية المرافق العمومية في أداء خدمات ديلا لماذا؟ لأن هذا المبدأ هو نتيجة للمبدأ الثاني لماذا؟ لأنه نتيجة لمبدأ استمرارية المرافق العمومية يجوز للإدارة أن تتدخل في أي وقت لتعديل وتغيير القواعد التي تحكم تلك المرافق حتى تسير الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتطورة خدمة للمصلحة العامة بالتالي بالتالي نحن دباء مقبلون على واحد المسألة دباء في الجامعة نحن مقبلون على ما يسمى بنظام الباكالوريوس هذا نظام جديد في التعليم هنا شنو قررت الدولة؟ قررت الدولة أن تغير من أسلوب أو من طريقة اعتماد تدريس أو النظام الإجازة في المغرب واش الدولة من حقها فيها أربع سنوات وما غاي يعني سيستيم دي كخيدي ماشي سيستيم دي جينيتي مهم على أين هاتش غايبة من غير ربع سنوات فيها بزاف دي الأمور اللي تغير تبدل واش هاد الشي من حق الإدارة ولا من حق الدولة من إدارة المحق من حقها لأن للإدارة الحق في تغيير أسلوب إدارتها للمرفق أو تعديل رسوم خدمتها ولا يمكن لأحد سواء كان منتفعا أو مستخدما لمرفق المستخدما لمرفق أن يعارضها فقد تقتضي الظروف والمستجدات أن تعديل نظام الدراسة أو نظام الامتحانات أو تغيير أسلوب الإدارة مرفق من استغلال مباشر لنظام مؤسسة العمومية مثلا واحد لوقتها كان عندنا الباريد كان نظام مرفق استغلال مباشر ولكن الباريد فيه الفلوس فيه التامبر فيه الخدمات أسلوب الاستغلال المباشر لا يتلاءم مع النوع دي المرافق العمومية انتقلنا إلى نظام الشركة دبا مرفق الباريد المغير وفيه الأموال البانك انتقل من نظام استغلال مباشر إلى نظام الشركة بالتالي هنا هذا الانتقال من نظام إلى نظام من حق الإدارة أو من حق الدولة في تغيير علاش بما يضمن استمرار المرافق العمومية في أداء خدماته أكون بذلك قد انتهيت من المبادع التي تحكم المرافق العمومية وهي مبدأ المساواة ومبدأ الاستمرارية الذي تتمخذ عليه خمسة نتائج قاعدة تحريم الإضراب قاعدة تنظيم الاستقالة قاعدة منع الحجز على الأموال الدولة ونظرية الظروف الطريقة ونظرية المفضل الفعلي والمبدأ الثالث الذي هو قابلية التعديل المرافق العمومية للتعديل والتغيير قبل أن أنتقل إلى المبادئ الحديثة التي هي يعني سأجيكم بسيطة ومع نركز عليها بزر سي حانان جواد فضل أستاذ بنسبة الموظفين اللي كانوا في الباريد بنك الوضعية ديالتهم من بعد ما تحول الباريد من تابع الدولة الشركة واش كي بقاوا بالنفس الوضعية أنهم موظفين سبعين الدولة ولا كي يرجعون خواص لا كيتبدل النظام ديالهم إلى النظام ديال المستخدامين ديال الشركة ما بكيبقاوش موظفين عمومي وكيكون عندهم تعويض يعني من بطبيعة الحال كيستفدو من تعويضات وكيبقاوش نفس لأن نظام الشركة هو نظام المرفق الموظف العمومي كعندهم التحفيزات وعندهم التحفيزات وعندهم تعويضات وعندهم حتى يعني نظام تقييم يعني صعب شي شوية فهمت ذك شي باش كيتقاي يدخلو في الواق ويخرجو في الواق وكي أدو الخدمة إلا مشي عندهم خصوم يدروا خدمتهم على أساس أنهم هما تمامك ماشي موظفين عمومين ولكن مستخدمين يجبوا أداء يعني خدمات بشكل جيد تفقين نفس من كي تغير خسكم تعرفوا أنه من كي تغير النظام القانوني للمؤسسة كي تغير معا حتى النظام دي الموظفين دي لها ولكن أستاذ هنا يتقول الموظفين بحل روما مأمورين ما يبقى عندهم واحد سلطة ولا واحد أهلية أنهم يفقوا باللاتة باللاتة الموظف هنا كان بعض المؤسسات التي تخيرهم أنهم يبقوا ولي يمشوا المؤسسة جديدة ولا أنهم يبقوا موظفين عمومين ولكن المؤمورين كي تقول مأمورين ولي الموظف عمومي كل شيء مأمور كل شيء يجب أن نظام الصارم للشركات والتأديب ولي يجعل الناس تخاف من هذا النوع ولكن لا تنسي أنهم يرحوهم جيدا تخلصهم جيدا لديهم تعويض جيدا لديهم شركة الدولة هذه تبع الدولة شركة الدولة في بلاست لا تسير هذا باستغلال مباشر بمدير إدارة مركزية وكذا لماذا رجعنا هيا شركة كي نحول نظام قانوني وكتولي خضع قواعد التي تحكم مثلا الفلوس قانون التجاري قانون المالي لأن تم الفلوس وكين التجار الفلوس وكين التجاري لنطور من القواعد لا تريد ورقة سنة 4-5 سنة الورقة إذا كان شركة سنة في هذه اللحظة بعد يومي إلى ثلث يومي في نظام الشركة بالتالي الموظف هنا هو المستخدم هو مستخدم الشركة للدولة ونظام الشركة يجب السرعة في الإقتمان في الربح وهذه قواعد المقابل النظام التأديبي والرقابة صارم ولكن مقابل عود يتخلص مزيان لذلك هنا الموظف لماذا يتخلص مزيان لماذا لا يعمل يعمل يتخلص لن يعمل وماذا فهمت او لم تتبقى لنظام الدمان الدمانة ما هي الدمانة إذا كنت تحضرها في الوقت إذا كنت تؤدي الخدمة في سميته بشكل جيد أدي الدمان ديالك لا يوجد شيء أخرى إذا كنت تعطي الشواهي الطبية 5-6 سبعات الشواهي الطبية في شهر بطبيعة الحال سيجرع عليك سمحي لأن سيعطي تعويض لك يقول الله يعاون لأن الشهن هذي شركة يخدم ولكن مقابل يتخلص مزيان شكرا مزيان شكرا بالنسبة المباشرة ها الفوسفات نفس شيء نفس شيء حتى الفوسفات بطبيعة الحال شكرا العفو أذهب موشا بطبيعة المغان لن أقف طويلا إلى هذا النوع من المبادئ لأنها واضحة وضوح الشمس يعني بالنسبة لهذه المبادئ وهي تسمى بمبدأ مبادئ الحديثة للمرافق العمومية وهي تم إقرارها في الدستور الجديد وهي مبدأ الجودة مبدأ احترام القانون مبدأ الشفافية مبدأ الحياد مبدأ المصلحة العامة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة هي أهم المبادئ الحديثة التي تم إقرارها في الدستور المغربي يعني وهي مبادئ واضحة من خلال تسميتها مبدأ الشفافية مبدأ الجودة مبدأ المحاسبة ومبدأ كما قلت احترام القانون كلها مبادئ تم إقرارها في الدستور الحالي أكون بذلك قد انتهيت من جميع المحاور التي اتفقت معكم فيها انطلاقا من الحصة الأولى أتمنى أن أكون قد وفقت إلى أو وفقت في توضيح الكثير من الأفكار نحن نعترف أنه يعني في ظل هذه الظروف يعني وفي ظل هذه الجائحة يصعب أن يعني ننقل لكم كل ما يعني يجب أن ننقله أو نشرحه أو نوضحه ولكن نقول بأنه اللهم هذا المجهود بهذه الطريقة ولا أن المرفق العام الذي هو المرفق العام للتعليم يقف بشكل تام بتالي هذه المجهودات كلها في إطار استمرارية المرفق العام صحيح أن هذه الجائحة فاجأتنا وأنه يعني لم نكن ننتظر وما كنش مأهلين خصوصا ما قبل الصيف ولكن ما بعد الصيف حاولت الجامعة أن تخلقها على الأقل هذه المنصة الرسمية لأسباحة الرسمية على عكس لكش اللي كان قبل كنا نديره في اليوتيوب وكذا بالتالي بشكلنا أو بآخر يعني حاولنا أن نحد من الخصائر في بداية وفي الأخير أتمنى للجامعة أولا الصحة والعافية اللي هي أساسية اللي هي كل شيء وأتمنى لكم ثانيا التوفيق والنجاح وأقولها وأكررها سواء في الاجتماعات اللي كانت كنتم في الكلية أو مع الأستيدة في اجتماعات الشعبة أقول بالنسبة لي أنا الطلبة ديال هاد السنة هم ضحية ديالجائحة ديالكورونا ولكن كان بعض الطلبة الذين يجعلون من أنفسهم ضحايا علاش قالوا أنهم هاد الجائحة جتهم بحل واحد شي حاجة من السمار اللي سهلت عليهم ما عرفش ما نقولش شي حاجة خيبة ولكن اخدوا الأمور بساطة واخدوا التدريس ببساطة واخدوا القراءة وتوجد ببساطة ولكن أقول بأنه هاد شي غيبان على المستوى القريب ومتوسط والبعيد خصوصا على المستوى الماستر وعلى مستوى التوظيف وعلى مستوى الدكتورة بالتالي أنا أحضكم وأحيي فيكم خصوصا هدو اللي تحملوا عنا أنه يبقوا معايا تقريبا شي ثلاثة سوئة أكثر أنه يبقوا معايا أحيي فيكم هذا النظام أحيي فيكم هذا التزام ونتمنى أني تمنيت أنني كن أعرفكم مباشرة باش إن شاء الله يعني نتمنى لكم التوفيق ولي عنده شي سؤال يتفضل وبالنسبة لي قبل ما نهي الكلام ديالي أنا قلت أنني كنت حارس عن إنهاء المحاور ومشي بالضرورة أن هذه المحاور ندرهم في امتحان خصوصا مثلا نحوار المحاضرة الحادي عشر ومحاضرة الثانية عشر أنا أعرفكم منها ولكن في الامتحان ولكن ما فيها بس بندمي يتصنطها يستفد يسول يقلب يبحث فمت يطرح الأسئلة يعني يقول يتلقى الأستاذ مثلا نلقى أسئلة في البلاتفور أستاذ كده هدي يحاول ما أمكن يطبق هاتشي مهم في نهاية كما طاف الهدف ماشي هو المتحان في حد ذاته بقدر ما أنه يكون عندنا منتوج ديال الطالب في المستوى شكو اللي بغي شي ملاحظة ولا شي استفسار ولا شي سؤال تبارق الله أومد عدد الطالب عفتش حوصلت دابا أه لا أصحاب لي ربعة وربعين قبل وصلت شي عشرين ولكن تفاعل هنا شي ربعة وربعين على شكو اللي عنده شي ملاحظة ولا عنده شي استفسار ولا اللي عنده شي ما عرف شي سؤال أستاذ أصد أستاذ بغيت نسولك غير على طريقة الانتحان غا تكون على شكل كسام ولا كما كبلي لنا غا يكون على شكل موضوع ولا أولاين دابا أغلبية تفق أغلبية تفق على أشخاص كسام كسام شكرا أستاذ شكرا معروف كوتر أستاذ بالنسبة لأسئلة لإمتيحان غا تكون كسام إن شاء الله وبالنسبة لأجوبة واش غا تكون مباشرة ولا متعددة الاختيارات ويكون في اختيارات زي ما تقدر يكون اختيارين أو ثلاثة على حسب السؤال على حسب أنا غالبا كان أعطي كان أعطي سؤال وكان أعطي خيار اختيار غالبا جوج خيارات أو ثلاثة أو الأربعة على حسب نعم شكرا أستاذ شكرا جزيلا للمحاضرات العافو العافو شكرا أستاذ يومك سعيد وأتمنى لكم التوفيق وأتمنى أن ما بدرش مني شي حاجة التي يعني ما عجبتكم وأتمنى لكم جميعا التوفيق شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا